طيب الإرادة دي أحيانا مش بتيجي غير بعد ما الواحد بيقع في الواحد يعني لما يكون خلاص وصل للحالة المزرية تبتدي تيجي الإرادة فده يخلينا النهاردة نقول الرسالة بتاعتنا إن مهما كانت حالتك المزرية ده مش معناها إن ربنا هيرفضك عشان أنت وحش وسيء ومعندكش حاجة كويسة في حياتك فأحيانا ربنا بيسيبك لغاية ما أنت اللي تيجي إرادتك وعندك القوة دي فإزاي نشوف النور ده جوانا مهما كانت حالتي صعبة هو فعلا نقطة الإرادة لو ما بدأتش بالإنسان الداخل مش يعني مش هيرف من حاجة مش هيرف يتوب يعني كل طريق حياتنا كله متوقف على الإرادة يعني حتى إن دايما بنقول أريد وفأخلص يعني بيقوله أتريد أن تبرع وربنا عارف إن اللي قدامه يعني يسوع المسيح والمجد عارف إنه قدامه تتعبين جدا يعني طبعا وعادي يخف يعني واحد بقاله 38 سنة مرمي عاوز يتعني لكن بيقوله أنت عندك إرادة فعلا انت عاوز كده فعلا طيب زي بقى بتحرك أو بيتحرك النور في داخلنا تقصدي من عشان يحرك الإرادة ديت بالضبط هو ربنا ما بيسبش حد فينا إلا ويدور وإن صح التعبير يتلكك عشان يرجع له يعني من حنيته قب وقب كبير جدا وقال للذاتي في بناء آدم معناه أنه بيبحث وبيدور على هذا الإنسان وبيشوف أي نقطة النور اللي ممكن يرجع بيها هو ممكن تجربة ممكن ضيقة ممكن صحبه كويس لكن بيصح فيه بيصح فيه من جوة الروح القدس الساكن فينا اللي بيها يفوق ويرجع زي ما يكون واحد على غرف لها بيفوقه بيفوقه بأي وسيلة بس أول ما يفوق لازم هو يرجع وقول أنا أريد أنا عاوز أرجع يعني بيحضرني هنا قصة إزاي ربنا بيسمع لنا أو بيحرك النور أن بقى متوقف على ثقتي في الأدامي بمعنى أنا ممكن أرى الله في كل حاجة أرىه في الجماد أرىه في الطير أرىه في أي حاجة أي إنسان أرىه فيه الله وده ببعدنا عن قصة إدانة خالص يعني فكان فيه راهب بسيط جدا في الدير وما لوش لف المزامير ولا لوف حفظه ولا لوف أي حاجة وراجل بسيط أوي 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 ربطت الدير حاب يعرف يعني إيه القانون الروحي بتاع الرهب ده فيوم الأيام قال أنا هستنى أشوف هيعمل إيه أول ما جرد نصر للضرب الرهب ده استحب الكنيسة ودخل جوه فلقى بيقول له أبانا نازل في السموات لقى صوت من السموات بيقول له نعم قال له التقدس اسمك قال له بيك ليه قد في الملكوتك قال له قريب أو هكون معي في الملكوت طبعا ربطت الدير سجد له واخده بالحضن عاوز أقول إن ده شايف ربنا قدامه رغم إنه بسيط يعني قدمة مهم للإنسان يقول له قانون روحي لكن ربنا دايما بيشوف القلب حتى لو ببساطة ويعني أعتقد أن دي رسالة ممكن نختم بها الفقرة دايما ربنا بيشوف اللجوان حتى لو بصيص أمل أو نور بسيط ربنا زي ما حضرتك قلت بيتلك الكنينة عشان يرجعنا وياخدنا في حضنه أنا سعدت بيجوت حضرتك جداً وبشكرك مهندس نيجي اسكندر خادم بكمسة القديسة لعادرة ماريون بالزاتون شكرا لك ودايما من نوارين شكراك شكرا لك ودايما من نوع 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 من ن